موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من المدارة تتابعون فيها موسيقى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة الثورة مستمرة موسيقى أحكام إعدام بحق النساء في اليمن على خطى إيران موسيقى ونازحة تعيش تفاصيل معاناة النزوح ومأساة السكن المهجور في عدن موسيقى تحلو الذكرى الستونة للثورة السادس والعشرين من سبتمبر الثورة التي أخرجت الشعب اليمني من غياه بالتخلف والاستبداد والإطاحة بحكم الإمامية في اليمن والإعلان عن قيام الجمهورية العربية اليمنية في ظل محاولة الميليشيات الحوثية إعادة الإمامة إلى الواجهة لكن اليمنيين متمسكون بأهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وأولها التحرر من الاستبداد والاستعمار وإقامة حكم عادل وإزالة الامتيازات والفوارق بين الطبقات موسيقى موسيقى ثورة سبتة وعشرين سبتمبر علينا إحنا كيمنيين أن نحافظ على هذه الثورة من البغاة من الطغاة من عدم العبث بها لا بد أن نحافظ على هذه الثورة ومكتسباتها نحافظ عليها نحافظ على المجال التعليمي المجال الصحي المجال الاقتصادي تمام فهي ثورة عظيمة عشرين سبتمبر يوم تاريخي حول اليمنيين من زمن الظلام إلى زمن النور من زمن الأمامية إلى زمن القمهورية يجب على كل يمني الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة والوقوف بصلابة أمام الإماميين المتواجدين حاليا في صنعاء والذين قاءوا لتقديد الإمامة السابقة ما قبل ستة وعشرين ستمبر ونحن ليس مع القهل والعبادة الذي الآن نراها في هذه الأيام تبيد إحنا وتبيد الفقير وتفيلد المسكن أين ثورة ستة وعشرين ستمبر الذي رفعت رؤوسنا ورفعت رؤوس جميع الأخوة اليمنيين ثورة ستة وعشرين ستمبر كانت هي النور بالنسبة للشعب اليمني حيث ما قام به الأحرار يعد تحول كبير في عهد اليمن والانعتاق من عهد الإمامة والكهنوت البغيضة التي رزحت على قلب هذا الشعب لمئات السنين ثورة ستة وعشرين ستمبر هي قضاة على الإمامة وقضاة على الجهل والاستداد والظلم والآن الحوثيش ليعيدها لكن ثبت أن يعيدها ونحن نقوم بما قاموا آبائنا وأقدادنا وثورة ستة وعشرين ستمبر مثلت للشعب اليمني الكثير والكثير فهي التي شقت الطرقات وهي التي أدخلت الكهرباء وهي التي جاءت بالاتصالات وهي التي فتحت وبنت المدارس وهي التي بنت المستسفيات بعد أن كانت اليمن تعيش في التخلف وفي الكهنوت وفي الخرافات تحل علينا الذكرى الستون لثورة ستة وعشرين ستمبر ونحن نعيش هذا المنعطف الخطير التي تحاول ميليشيات الإنقلاب على أن تطمس هذه الهوية التي ناضل عليها الأجداد لقد كان هناك دور كبير لقبائل مارب وعلى رأسهم الشيخ علي ناصر القردعي رحمة الله عليه الثائر الذي ضحى بحياته في سبيل أن يزيل الإمامة وأن يبعد الكهنوت عن النظام الجمهوري حقق عاشنا هذه الفترة وعاش أبأنا وأجدادنا خلال الستون العاما في ظل النظام الجمهوري حقق الكثير من المصالح والكثير من الأمن والرخاء والاستقرار والمساواة والديمقراطية وتحقق للشعب اليمني الكثير والعديد من المنجزات العظيمة في ظل النظام الجمهوري إلا أن هناك من لا يروق لهم أن يظل النظام الجمهوري هو السائد وأصبح للأسف الشديد أنهم يبحثون عن عودة الإمامة ويبحثون عن عودة الرجعية وهذا ما لا يمكن ولن يقبلها الشعب اليمني نهائيا اليوم نعيش ذكرى 26 ستمبر هذه الثورة التي كانت بمثابة الشمس للجمهورية اليمنية التي كانت بمثابة إلهام جمهوري لهذا الشعب الذي كان يرضح تحت الاستبداد والظلم والقهل والفقر نحن اليوم في هذه الذكرى بإذن الله عز وقل نعيد لها إحيائها ونسير على خطة ثوار وسنستعيد بإذن الله عز وقل كل الشبرين جمهوري يطأه الاستبداد والكهنوت والإمامة لا بد أن تتواصل مسيرة النظر الوطني ضد أذناب الإمامة الحالية طبعا أبطال قيش الوطني سطورون أروع الملاحم الوطولية في جبهة الغتال ضد هذه المليشيات الحوثية الإنقلابية ولا بد أن يحرص الجميع على مواقهة هذا المد الفارسي الذي يسعى إلى طمس الهوية الوطنية إلى إلغاء ثورة الخالدة الموضية التي الجميع دائما يدركون أهميتها هي شمعة الموضية التي تضيع سماء الحرية والكرامة لهذا الوطن لا زالت ثورة 20 سبتمبر نسترشد منها الهمم العظيمة وفي الانطلاق نحو مكافحة المد الفارسي الاستعماري الجديد ونحن قادمون إن شاء الله بإذن الله نحو صنعاء لتحريرها من الرجعية الكهنوتية خمس نساء تواجه أحكاما بالإعظام على خلفية طهم كيدية لفقتها ميليشيا الحوثي لتكن سابقة خطيرة في تاريخ اليمن وإسقاطا كاملا لكل قيم التعامل مع النساء في اليمن النساء في مقصلة الحوثي على خطى إيران أحكام إعدام بحق النساء بتهم كيدية أحكام لأول مرة في تاريخ اليمن تصدر ضد النساء حرمان تعسفي من الحياة تطبقه زراع إيران في اليمن فإيران التي تتصدر دول العالم بأعلى حصيلة في إعدام النساء حسب منظمة العفو الدولية على خطاها يتصيد الحوثيون النساء خمس نساء هن ضحايا أحكام الإعدام التي أصدرتها ميليشيا الحوثي والقائمة تطول حيث يرى مراقبون أن عشرات النساء في انتظار أحكام مماثلة في سابقة خطيرة وإسقاط كامل لكل قيم التعامل مع النساء في اليمن منظمات محلية ودولية عاجزة عن إيقاف مخرطة الحوثي في حق النساء تهم ملفقة لا تستوفي الحد الأدنى من جرائم الميليشيا الأكثر خطورة بحق اليمنيين سلسلة جرائم الحوثي وانتهاكاته امتدت بقوارير اليمن اختطافات إخفاء قصري تعذيب تعصف متعمد تهديد قطع للزيارات تلفيق التهم لتصل إلى أحكام الإعدام فبينما تغرق البلاد بأزمات من صنعها ويتحمل اليمنيون عبأها تختار الميليشية التفنن في إلقاء التهم الكيدية ضد النساء لترويعهن وإرهابهن وتحقيق أهدافها القمعية ضحايا بين الإضطهاد والتنكيل في انتظار من ينتشلهن من عتمة الحياة التي أجبرنا على مكابدتها رابطة حقوقية دولية صرحت بأن ميليشيا الحوثي تسببت في مقتل وإصابة أكثر من 14 ألف طفل في اليمن منذ إشعالها فتيل الحرب في البلاد في عام 2014 ولتزال جرائمها تتواصل في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها الموت السلعة الأكثر رواجا في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يتسنمها اغتيال الطفولة بشكل وحشي في جبهات القتال ومحارق الموت دون رقيب منذ بداية الحرب العبثية التي أشعلها الحوثي على اليمن واليمنيين مع كل صباح جديد يزداد ضحايا الميليشيا من المواطنين الأبرياء وخصوصا الأطفال في صنعاء والمناطق الخاضعة لها الرابطة الإنسانية للحقوق أوضحت أن الميليشيا الحوثية التي أشعلت الحرب في اليمن خدمة لأجندة إيران التوسعية في المنطقة تسببت في مقتل وإصابة نحو 14 ألف طفل منذ بداية الحرب في البلاد تقرير المنظمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جينيف أكد توثيق مقتل نحو 5700 طفل بينهم 1100 طفل في محافظة تعز وإصابة حوالي 3800 آخرين جراء القصف العشوائي الذي تشنه الميليشيا الحوثية على الأحياء والمناطق الآهلة بالسكان الأسواق والمنازل والمستشفيات وحتى المدارس أهداف في مرمى نيران الميليشيا الحوثية وتجنيد الأطفال والزج بهم في محارق الموت الحوثية ليس جديدا عليها فما يقارب من ألفي طفل جندهم الحوثيون لقوا حطفهم في جبهات القتال بين يناير 2020 ومايو 2021 كما جاء في تقارير صادرة عن الأمم المتحدة تجنيد الأطفال وتغيير هويتهم والزج بهم في معارك عبثية ومفتعل ضد أبناء الشعب اليمني هي أكثر الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا المدعومة من إيران انتشارا منذ ظهورها كسرطان في الجسد اليمني والموت في سبيل مشروعها العنصري وفكرها الطائفي الدخيل هو المنهج الذي تحاول الميليشيا زرعه في عقول أطفال اليمن وتلغيم مستقبل الأجيال القادمة ويثبت المتحوثون بأنهم يملكون حصانة من الميليشيات تمنع عنهم الملاحقات وتجعلهم خارج إطار القانون لتضيع الحقوق على إثر هذه العنجهية وما العماد إلا خير شاهد على هوية الحثيين التي اجرفت بيئة الأمن والعدل في اليمن ناعق بمنصب مدير قناح وصفيق يمتلك وسيلة لفضح هوية الميليشيات وغريم يحاول تبيض وجه جريمته عبر الهواء اشتد عليه الخناق فذهب إلى البحث عن قانون يتسق وسوء أخلاقه بعدما تم اتهامه كشريك في جريمة قتل فهرب ليذكر الحثيين أنه كان معهم في حروبهم ويعمل حاليا على عمل رتويت للقيادة الحثية علها لا تضحي به كحل وسط لاسترضاء القضاء ذهب بعض الصحافيين لإدخال قضية والد العماد الشخصية في التبرير لفضيحة العماد الصغير الذي فرغت به مهنته لمقتل نفس حرمها الله بعدما فرغ كل سمومه للطعن في عمل سلك القضاء والتحريض بالإشارة إلى اسم القاضي مرارا عديدة واستخدم أسلوب العموم في بث الكراهية ولا يدرك المتصاب بأن التحريض شراكة في القتل وبشر القاتلين بالقتل هكذا قال الله وهكذا تقول حكمته إذا ما أنتم قادرين تفعلوا قوانين جديدة تعالوا وإحنا نعلمكم إحنا الجال تعالوا نعلمكم كم تكتبوا محاولة هارب ربي بالحوثيين ما تزال إلى اللحظة عاجزة فمن اتهام للقانون بأنه ليس على مقاسه إلى اتهام للبرلمانين بالردة على الحوثيين وما إن هرب بذلك حتى وقع في تحريض الآخر وهكذا فعل الجهلاء الذي نفاتتهم مرحلة تعلم الأدب آداب الخطاب فجزاؤها الوقوع في محظور النشر بفاضح القول ويقول آخر بأن من أمن الحوثيين يسيء الأدب يكشف الإعلامي المدعوم من محمد علي الحوثي يوما بعد آخر بأن القرب من الميليشيات يجعل منك فوق القانون برفضه المثول أمام النيابات وأن المتحوث صاحب الحصانة وأن من عارضه يجب أن يفقد مؤهل العيش وهذه هوية الميليشيات وبرغم كل ذلك الإرهاب للقضاء وخلط أوراق مطالبهم وحقوقهم بالسياسة والاستمرار في التحريض عليهم إلا أن الإضراب بالاحتكام إلى القانون ما يزال لغة الكبار الذي يرد به من فقه الله في الدين ويظل المحرض هو الحصوة التي سيتم التخلص منها لاسترضاء القضاء من ما تسمى بسلطة الأمر الواقع في الذكرى الثامنة لمطارح نخلاء لا زال أبناء القبائل بمحافظة مأرب يسطرون أروع الملاحم البطولية إلى جوار القوات الحكومية على امتداد جبهات القتال وفي هذه الذكرى يجددون العهد والوعدة باجتثاف ميليشيا الحوثي وتخلص اليمنيين من مشروعها التدميرية في الثامن عشر من سبتمبر 2014 تأسست مطارح نخلاء حينها كانت الميليشيا الحوثية قد أعلنت حربا مفتوحة ضد اليمنيين مستهدفة مؤسسات الدولة ونظامها الجمهوري وبدأت بالزحف بقواتها نحو مدن يمنية عدة كان هدفها الاستراتيجي الأول السيطرة على مدينة مأرب منبع النفط والغاز حينها استشعر قبائل مأرب خطر هذه الجماعة فاستنهضت القبيلة دورها النضالي واجتمع أبناء القبائل وإلى جوارهم كل أحرار اليمن الذين قدموا من مختلف محافظات الجمهورية لتأسيس مطارح نخلاء والسحيل ثم الوسطى ونجد المجمعة والوشحاء والجدعان لمواجهة زحف الميليشيا الحوتية المدعومة من إيران قبائل مأرب مثلت كل الجغرافية اليمنية كضمير الأمة لمقاومة الكهنوت وكل كبرياءه وقطرسته والتفح لها الشعب اليمني من البحر إلى البحر ومن صعدة إلى المهرة ومن المهرة إلى الحديدة يعني جميعا لأنها مثلت ضمير الأمة اليمنية لمقاومة هذا الانحراف الرجعي الكهنوتي الخارج عن الهوية اليمنية والهوية العربية والذي يمثل تابع زنبي للقواء الفرسية أسهمت المطارح في توحيد صفوف القبيلة والصف الجمهوري وتناست القبائل كل النزاعات والخلافات بما في ذلك الثارات ووضع مصلحة الوطن واستعادة الدولة ومؤسساتها فوق كل اعتبار بالرغم من مساعي الحوثي منذ الوهلة الأولى إلى تمزيق القبيلة اليمنية إلا أن وعي القبيلة كان أكبر من مساعيها ولا زال تجربة نستطيع القول أنها كانت مبكرة في إدراكها لخطورة المشروع الإيراني الذي أصبح يبتلع مؤسسة الدولة وتكوينتها العسكرية فجاءت هذه التجربة بمطارح مأرب الذي تطورت فيما بعد وتحولت إلى تجربة واسعة تمثل المقاومة الشعبية ثمان سنوات من النضال والتضحية سطرها أبناء القبائل في محافظة مأرب إلى جوار القوات الحكومية في سبيل الدفاع عن الحرية والكرامة فسطروا أروع الملاحم على امتداد جبهات مأرب وهاهم اليوم يجددون العهد والوعدة بإنهاء أطمع إيران في اليمن وأحلام الحوثي بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء تشكلت وزارة الدفاع من هذه المناطق العسكرية ودخلت في خط النار فأصبحت القبائل الموجودة هنا هي الرديف للجيش حينها إلى هذه اللحظة شكلت المطارح في محافظة مأرب حجرة صلبة في مواجهة تمدد ميليشيا الحوثي وشكلت حائطا منيعا تحطمت عليه كل محاولات الزحف الحوثية في مختلف الجبهات ولزال رجال القوات الحكومية والقبائل على قمم الجبال في كل ربوع الوطن بعزمة وثبات لاستعادة الدولة وسحب البساط سياسيا وعسكريا من الميليشيا المدعومة من إيران التي عابثت بمؤسسات الدولة ومقدرات اليمن وأنهكة اليمنيين لقناة اليمن اليوم فواد المجيدي محافظة مأرب ترتفع الأصوات المنادية بتوحيد صفوف القوى الوطنية لمواجهة الخطر المحدق بالنظام الجمهورية والتوابط الوطنية المتمثل بالاحتلال الفارسية عن طريق ذراعها في اليمن ميليشيا الحوثي مع استنفاذ القوى الوطنية كافة الخيارات للجلوس مع ميليشيا الحوثي تحتمي ظلة سياسية واحدة من خلال الهدن الأممية الممددة والأياد الممدودة للسلام تتعالى الأصوات القبلية والعسكرية بضرورة توحيد الصفوف وترك مربع الخلافات البينية الذي كان سببا مباشرا في تأخير الحسم ضد ذراع إيران وتهديد وحدة اليمن وسلامة أراضيه المطلوب من الجميع توحيد الصف ولم الشعث توحيد الكلمة والمطلوب من كل المناصرين لوحدة الشعب اليمني وسلامة أراضيه والحفاظ على ثوابتها الوطنية أن يخلصوا النية إلى جانب كل من يريد الخير والسداد لهذا الأمة دعمة الشيخ عرفج نابعة من رجل خبر الانتصارات والإخفاقات في الجوف أمام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والتي تسللت منها لإسقاط الحز مركز المحافظة قبل عامين ونصف وكانت على وشك إسقاط مدينة مأرب لو لا تدارك الأمر والاستفادة من مجريات مواجهات الجوف ندعو كافة الأمة اليمنية لتوحيد الراي والصف الواحد ورب الصدع وتناسي الجراح وتناسي الضغائن فيما هو بينهم ويتحلوا بما وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان يماني والحكمة يمانية هذه الدعوات تأتي في سياق دعوات كثيرة تطالب باستكمال مهام اللجنة الأمنية والعسكرية العليا التي تم الإعلان عنها من قبل مجلس القيادة الرئاسي نهاية مايو الماضي بهدف توحيد ودمج كافة القوى العسكرية والأمنية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية لقطع طريق العودة إلى الصراعات البينية والمعارك الداخلية وفي حال عدم جنوح الميليشيا للسلم توجيه البوصلة نحوها لإنهاء معاناة اليمنيين العروض العسكرية التي نظمتها الميليشيا الحثي في مدينة الحديدة والعاصمة الصنعاء في ظل الهدنة الأممية أكدت بما لا يدعو مجال للشك أن الهدنة تم استغلالها لإعادة ترتيب صفوف الميليشيا والتحشيد نحو مختلف الجبهات بدليل ارتفاع عدد خروقاتها إلى أكثر من ثمانية آلاف خرق منذ بدء سرايال الهدنة مطلع إبريل الماضي ما دفع الحكومة إلى توجيه القوات المسلحة إلى رفع الجاهزية القتالية والاستعداد للقيام بمهامها لاستكمال استعادة الدولة من الجماعة المدعومة من إيران مراقبون يؤكدون أن الخلاف مع ميليشيا الحوثي ليس خلافا سياسيا بل وجوديا خلال احتلال فارسي واضح المعالم لن يقف عند شمال الوطن وجنوبه فحسب بل عينه على أم القرى مكة المكرمة والجزيرة العربية وفق الرؤية الخمينية ما يستوجب الاستعداد والتهيئة لمعركة ذات نفس طويل واستغلال الهدن الأممية على أقل تقدير في توحيد ودمج القوى العسكرية وحجد الطاقات دفاعا عن الثوابت الوطنية ووحدة اليمن وسلامة أراضي وإلى الجوف حيث شنت ميليشيات الحوثي التابعة لإيران هجمات مختلفة بالأسلحة المتوسطة والثاقيلة والطائرات المسيرة شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف والتي سقط خلالها عدد من الشهداء فيما رصدت المنطقة العسكرية السادسة نحو 18 خرقا عسكريا خلال يومين مع انقضاء شهر ونصف من التمديد الأخير للهدنة الأممية لوقف نشاط عسكري في جميع جبهات القتال لا سيما جبهات مأرب والجوف تجدد ميليشيات الحوث الإرهابية خروقاتها المتواصلة في جبهات شرق مديرية الحزم فثارة تستخدم الطائرات المسيرة والهاونات وثارة أخرى تقدم على تنفيذ محاولات تسلل وكنصا للجنود في مواقع القوات الحكومية على خضام ثورة السادس والعشرون من سبتمبر تحاول الميليشيات الحوثية إحداث اختراقات واسعة في الجبهات الشرقية لمحافظة الجوف فإما بالطائرات المسيرة أو بعناصرها الميدانية لكن تلك المحاولات تتصطدم بعزيمة ونيران أبطال الجيش هنا في الجبهات الشرقية تمانية عشر خرقا ارتكبتها ميليشيات الحوثي رصدتها المنطقة السادسة خلال اليومين الماضيين تركزت على جبهات الجدافر ورغوان ومواقع أخرى يحاولون أن يخترقوا جبهات القتال لكن أبطالنا لهم المرصاد وأبطالنا موجودين ولعلكم أن استطعتم أن تزوروا المواقع ستروا هؤلاء الأبطال الذين يقفون تحت الشمس وفي الغبار وفي البرد لا يمكن أن يزلزلهم أمثال هذه الميليشيا بإذن الله سبحانه وتعالى أي هدنة التي يتحدثون عنها ونحن نعيش كل يوم من خروقات مستمرة في كل ليس في محافظة الجوف فقط وإنما في كل محافظات اليمنية من الجوف حتى أصولا إلى تعز والساحل الغربي وكل المحافظات اليمنية تعاني من خروقات هذه الميليشيا أشهر تمضي دون جدوى من تطبيق بنود الهدن التي تأتي من طرف واحد فيما الميليشيات تصاعد عمليتها العسكري باستمرار من جميع جبهاتها القتالية باتجاه شرقي الجوف إضافة لاستقدام دفعات جديدة من مقاتلها من مدينة الحزم والمدرية الأخرى في وقت تشيع فيه المنطقة السادسة العديدة من شهدائها السقطوا في هذه الخروقات التي ارتكبتها الميليشيات في جبهات القتال أمر يراه قبائر الجوف ورجال المقاومة أن الهدن قيدت تحركاتهم فقط وسمحت للميليشيات بارتكاب الخروقات والانتهاكات وإغداد العدة لمعركة قادمة أكثر ضراوة كما ترون الآن في هذه جبهات الجوف وقطاعاتنا التي هي أمامكم الآن الهدنة المزعومة عند الحوثي إما نحن نستزمين بها والأبطال نستزمين بها لكن الحوثي لا يتزم بها ولا يراعي أي اتفاقات هناك شهادة يومين تساقطوا هناك خروقات هناك مسيرات تحلق فوق الأبطال ولكننا مستمرون على الهدنة وينعادوا عدنا ونحن لهم بالمرصد أسابع قليلة تنهي مدة الهدنة التي حققت للميليشيات مكاسب كثيرة ظهرت بجلاء خلال الاستعراضات التي نفذتها الجماعة المدعومة من إيران في صنعا والحديدة وهو ما يراه مراقبون عسكريون تصعيدا جديدا للميليشيات في جبهات القتال التي تسعى لتفجير الأوضاع فيها عسكريا والتي بدأت فيها قبل شهر في تعز ومأرب ومؤخرا الجوف عبد العالم دحلان اليمن اليوم الجوف ميليشي الحوثي ما زالت تواصل خروقاتها واستهدافها للمواقع العسكرية والمناطق السكانية في جبهات الشمال وغرب الضالع وسط الصمت للأمم المتحدة ومبعوتها الأممية تصعيد مستمر وخروقات يومية في مختلف جبهات محور الضالع القتالي حيث تتعمد الميليشي الحوثية المدعومة إيرانيا من استهداف المواقع العسكرية والمناطق السكانية بجبهات موريس والفاخر وباب غلق والجب بتار بطيرانها المسير وبمختلف أنواع الأسلحة الأخرى الأمر الذي نتج عنه استشهاد جنديين وإصابة أربع آخرين في جبهة الفاخر والجب وبتار كما تم إفشال هيوم للميليشي الحوثية في جبهة بتار ومحاولة تسلل في قطاع باب غلق موريس وسط خسائر في صفوف الميليشي الحوثية خلال الساعات الماضية نحن هنا كقوات الحزام الأمني مرابطين في جفة غلق ونحن هنا متجهين أمام العود وتقوم الميليشيات الحوثية كل يوم بضرب الطيران المسير وقصف من الهاونات وغيرها وإذا ذلك التصعيد وتلك الخروقات المستمرة يؤكد أبطال القوات المشتركة بجبهة محور الضالع القتالي التزامهم الكامل بالقرارات الأممية بشأن الهدنة بالرغم أنها هدنة من طرف واحد ويؤكدون بأن تلك الاستفزازات لن تزيد الأبطال المقاتلين إلا حرصا باستكمال معركة التحرير وتخليص الوطن من الميليشي الحوثية المدعومة إيرانيا نحن الآن في الصفوف الأمامية من الجبهة يعني الحوثيين يقومون بالاستفساز والعرضات العسكرية ولكنهم لن يفنون ولن يزيدون إلا صبرا وثباتا بهذه العرضات وهم يعني ليسوا رجال حرب ولكننا رجال حرب ونحن أهلها ونحن لها وهم يعني نحن نحترم القرارات الأممية التي تقوم بالأوامر بالهدنة ولكن ساعات الوغاء سوف نثبت ونريكم من هم الرجال ومن هم أسود المعارك ومن هم أسود الوغاء نحن الآن في أهم المواقع الاستراتيجية والمطلة على جبال العود ومنطقة هجار حيث تتمركز قوات الحزام الأمني في هذا القطاع قطاع باب غلق وتقوم بصد هجمات الميليشيات الحوثية وكذلك تقوم بالثبات والرباط في الوقت الذي تقوم في عناصر الميليشيات الحوثية بخرق الهدنة بمختلف أنواع الأسلحة سواء كان بالطيران المسير أو الهوان أو غيرها من الأسلحة الأمر الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا خاصة من المدنيين من جبهة باب غلق محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم أبضالع أقول المتخلفين أنه سيعيد الإمامة مرة أخرى لن تعود الإمامة إلى اليمن لن تعود الإمامة هذا كلام مستحيل قوافل ودماء شهداء مناظرين تحسي وصيح على الشعب دي لن تعود الإمامة لن تعود الإمامة لن تعود الإمامة يالله أرحل يا عودي احتضنت العاصمة والمصرية القاهرة فعاليات الاجتماع السابع لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان للوقوف أمام تطورات حالة حقوق الإنسان في العالم العربي من بينها اليمن كون مؤشر الأمن الغذائي في العالم العربي ينذر بالخطر في ضوء المتغيرات المناخية والأزمات التي تعانيها عدد من الدول العربية والصراع الروسي الأوكراني وتأثيرات وباء كورونا فقد تصدرت هذه القضية جدول الاجتماع السابع لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان في العاصمة المصرية القاهرة وسط تأكيد المجلس مجددا رفضه لأي تدخلات خارجية بمزاعم الحفاظ على حقوق الإنسان المرصد العربي لحقوق الإنسان يجدد رفضه لأي تدخلات خارجية تحت ذريعة الحفاظ على حقوق الإنسان وهو المسعى الأساسي الذي أنشأ من أجله وسوف نقوم بإعداد تغارير دورية عن حالة حقوق الإنسان لمجابهة هذه المحاولات والارتغاء بمنظومة حقوق الإنسان العربية الاجتماع وقف أمام خطة المجلس التنفيذية لإطلاق المؤشر العربي للأمن الغذائي ووضع محتوياته والمؤشرات الفرعية وبناء الشراكات والشركاء لتطبيقه على أرض الواقع وناقش الاجتماع مشروع بروتوكول التعاون بين المرصد العربي لحقوق الإنسان والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لخدمة قضية الأمن الغذائي لتوفير وتأمين الاحتياجات الغذائية التي تعد حقا أصيلا للمواطن في العالم العربي والإسلامي اليمن كان حاضرا في الاجتماع بحكم موقعه الجغرافي ووضعه السياسي والاقتصادي نتيجة الحرب فالمرصد أكد متابعته للأزمات الإنسانية التي تتسبب فيها ميليشياء الحوثي بقطع الطرق وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية للشعب اليمني متابع المرصد الأزمات الإنسانية في اليمن والتي يتسبب فيها قيام ميليشياء الحوثي الإرهابية بقطع الطرق وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية لأبناء الشعب اليمني حيث حذرت منظمة اليونسيف التابعة الأمم المتحدة من هذه الأفعال والتي تعيق وصول الإمدادات الصحية لحوالي 12 مليون طفل وخمسة ملايين سيدة نأمل أن كل الدول العربية التي فيها أزمات وخاصة اليمن الشقيق أنها تستقر وتعود لألقها كحاضنة لكثير من الندوات والاجتماعات التي تخص الوطن العربي وخاصة أننا على مقربة من كل النشطين والنشطاء في اليمن مجلس أمناء المرصد العربي يعد إحدى هيئات البرلمان العربي الذي يعمل على رصد وتقييم وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية وإعادة رسم وبلورة الصورة الذهنية الصحيحة والسليمة عنها في الخارج وفي طاعز تم إغلاق مبنى كان يتخذ بديلا مؤقتا لمدرسة صلاح الدين المدمرة بعد خمسة أعوام من التدريس فيه مضطر المئات من التلاميذ اللجوء إلى الشارع لإكمال دراستهم على مداري السنوات الخمسة السابقة اعتادت الطالبة فاطمة عبد المرشد وأختيها التوجه إلى هذا المبنى لدراسة كمكان بديل لمدرسة صلاح الدين المدمرة بصورة مفاجئة تم طرد التلاميذ وإغلاق المبنى ويبقى السؤال ماذا سيفعل التلاميذ الصغار وأين سيتعلمون أتيت اليوم الصباح إلى مدرسة صلاح الدين والباب مغلق بالمدرسة وما في شيء يجي اتفاقأنا أن باب المدرسة مغلق وإحنا قد لنا ندرس بخمس سنين والتقأنا إلى الشارع وهذا شيء ظلم حق الطلاب وإحنا اليوم ندرس في الشارع قامت وحدتهم من المسلحين بالدخول إلى مدرسة وقاموا أيضا بإخراجنا منها ونحن في وسط الدروس في يوم الأحد الماضي وعندها قاموا بإخراجنا بالعنف ولم يحترموا القواعدة والأسر ولم يحترموا أيضا المعلمين ولم يحترموا الطلبة في سابقة خطيرة وفي عهد لا قدسة للتعليم فيه اتجهت فاطمة وياسمين وطيف أربعمية تلميذ وتلميذ إلى الشارع ليس للعب بل للتعليم وقفوا في طابور الصباح المدرسي وعندسي لهم قدسة الشارع هتفوا للوطن الجمهوري وانصرفوا إلى أين؟ بالطبع ليس إلى المقاعد الدراسية بل إلى النصف الآخر من الشارع لقد اتخذ التلميذ من الشارع والرصيف مدرجات المحالة التجارية حجرات دراسية مفتوحة في أماكن غير آمنة ومخاطر متوقعة لقربها من خطوط التماس مع الميليشيا الحوثية تم طردنا طرد بالقوة بقوة السلاح من داخل المبنى يعني رغم المعاناة اللي نلاقي داخل المبنى إلا أننا كنا صامدين من أجل إكمال عملية تعليمية للطالب وتوفير القو المناسب قدر المستطاع من أجل إكمال العملية التعليمية للأسف لم يتعاون معنا أحد هكذا ملقين في الشارع ملقين في الشارع طلابي مدرساتي منذ أسبوع ولم تتحرك أي جهة معنية بالأمر نحن هنا من النازحين من الفقراء من الأيتام من لهم؟ من لهم؟ يعني لو كان ابن واحد من التربية أو من المديرية أو إدارة الأمن هنا يدرس بهذه المدرسة كان قيم الدنيا وقاعده لكن اطفالهم بالمدارسة الأهلية مستغنين عن المدارسة الحكومية مدرسة صلاح الدين واحدة من سبع مدارس مدمرة في مديرية صالة ترك قرابة خمس آلاف تلميذ بين العراء والتعب ولم تكلف المديرية نفسها سوى حصد أكثر من ثلاثمائة وخمسين مليون ريال تدعم مركزي وموارد خلال النصف الأول من العام الفين واثنين وعشرين في ظل سلطات لا تعي مسؤولياتها مدارس بنيت خلال عقود ودمرت بلحظة طيش أرعا هؤلاء الأطفال هم من يدفعون الثمن فهل سيجد هذا المشهد صدى لدى صناع القرار أم إنه كما جرت العادة عواد الوهباني اليمن اليوم تعز ومن محافظة تعز إلى مأرب حيث يعاني عمال الأجر اليومي ظروفا معيشية صعبة بسبب قلة فرص العمل في محاولة لسد رمق أسارهم وفقم من معاناتهم فارق الحوالات بين عدن وصنعاء مع كل صباح يسابق هذا الرجل خيوط الشمس يداوم على هذا الرصيف في شوارع مدينة مأرب بشكل شبهوي علّه يحظى بفرصة عملنا في سوقا يكتط بألاف الأياد العاملة في زمن البطالة أنا أبكر ساعة ست الصباح وأجلس إلى الظهر وإذا ما بش عمل أجلس إلى نص الليل يعني إلى آخر الليل أبحث عن العمل وإذا اشتغلت وضلبت الله نصها حوالي للكريمي أو صرفه أو يعني الحال الصعيب أوضاع مزرية يعيشها عمال الأجر اليومي بمحافظة مأرب في ظل تقلص فرص العمل سامي واحدا من هؤلاء العمال قدم من محافظة تعز يبحث عن فرصة عمل لكنه كما يقول يظل أيام يتردد على هذا الشارع دون أن يجد فرصة عمل وإن حالفه الحظ لا يستطيع أن يوفر لأسرته شيء من ذلك بسبب فارق الحوالات المالية بين المحافظات المحررة وتلك الخضيعة لسيطرة الميليشيا هناك محرقين هنا عمال ما نعقدش نشتغل أصحاب الأعمال ما قدروا شعيفوا كشول سبب ارتفاع الصرف الحوالة ارتفعة ما نقدر نوفر لقمة عيش خيال أنا أطلع من داخل تعز في خمسين ألف تقرق علي مئة ألف ودين هذه كل تقرق دين أصلا لو نرقود ما حصلش عمال يا أخي نقيعان منذ الوهلة الأولى لحرب الميليشيا الحوثية على اليمنيين اكتظ سوق العمل بالبطالة وأصبح الحصول على فرصة عمل أمرن في غاية الصعوبة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الحرب يعني العمال عشر درجات تحت الصف سواء في الأسحار سواء يعني في الحوالات سواء في الأعمال الأعمال كانت يعني ما بيش ما بلان التاق يعني إلا يشتغل بعشر ألف ما أدري يأكلها أو لا يرسلها البجاء يعني يجيقون إلى السلها كما أصعلها في البيت أصعل بعالف درجات ما أدري وحده شي يفعل يعني يجير يزرق ولا يزر الناف أنهكت الحرب الدائرة في البلاد كافة فئات المجتمع وألقت بظلالها على شريحة العمال اليمنيين الذين وجدوا أنفسهم في هذه الحرب مكشوفين دون أي حماية اجتماعية بعد أن فقدوا رواتبهم ووظائفهم في القطاع العام والخاص بسبب حرب الميليشيا الحوثية سواعد بدون عمل ووجوه بلا فرحة مشاهد تلخص ماسات شعب في زمن الميليشيا التي سلبته كل شيء وجلبت له القتل والجوع والمرض والفقر الشديد لقناة اليمن اليوم فواد المجيدي محافظة مارب في شبوى للأعمال الخيرية مكان جلب وتوزيع المياه لعدد كبير من النازحين والفقراء في مدينة عتاق كانت واحدة ضمن مبادرات هذه المحافظة في لفتة إنسانية لامست الاحتياج الفعلي لهذه الشريحة التي تعاني ظروف المعيشة الصعبة وساعدتهم في تخفيف جزء من معاناتهم اليومية مع انقطاع اندادات المياه في مبادرة إنسانية وخيرية تتواصل للشهر الرابع توالياً عملية جلب وتوزيع المياه لعدد كبير من النازحين والفقراء في الأحياء القديمة بمدينة عتاق نحن لنا حوالي أربعة شهر نقوم بتوزيع هذه المياه للفقراء والنازحين لكون هذا المكان مقطوع تماماً من المياه وهذا على نفقات الشيخ مبارك دعمان نسي المستفيدون من هذه المبادرة الخيرية عبروا عن شكرهم لهذه اللفتة الخيرية التي لامست احتياجاتهم الفعلية باعتبار الماء أساس الحياة مؤكدين أن حصولهم على كميات يومية من المياه ساعدت بشكل كبير في تخفيف جزء من معاناتهم نتيجة انقطاع امدادات المياه من المشروع الحكومي وخاصة في ظل عدم قدرتهم على شراء المياه من أصحاب الوائتات والصهريج والتي يتجاوز سعر الصهريج 35 ألف ريال هذا قزاء الله خير اللي يندي لنا الماء هو ألف احترام ما قصر معانا والله فعال اللي يقدر عليه واحنا كنا نندي الماء من داع بعيد يدري الله بظروفنا ونازحين والحرب هذا خلحنا والله بلا ما كنا ما معانا شخصة قطر ماء وهذا اللي قزاء الله خير وتبرع لنا بالماء والله يطلعها فيه ان شاء الله ونحن نشاهد هذه المبادرة طيبة مبادرة سقية الماء وهي أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى سقية الماء فهذه الحارة لها فترة طويلة مقطوع الماء ولا يتيه ماء لا من حكومة ولا من غيره ولكن بهذه المبادرة وفاعل الخير الذي قام بهذه المبادرة الطيبة المباركة في إحياء هذا الناس بهذا الماء والماء كما نعلم أنه أساس الحياة فله كل الشكر والتقدير وكل من ساهمة وبادرة لأن الناس اليوم بحاجة إلى هذا الماء اليوم لا يستطيع الواحد منها يجيب بوزة ماء قيمتها 35 ألف يعني دخل الناس بسيط جدا ولكن هذا العمل الجبار الذي قام به الإخوة جزاهم الله خير ومن ساهمة ومن شاركة في هذه السقية الماء فنقول لكم كل التقدير والشكر لأن الله عز وجل قد حثنا على الصدقة الجارية وأفضل صدقة جارية يسكي هذا الماء فنسأل الله نتقبل منكم ومنا ومن جميع المسلمين جزاكم الله خير تزويد الفقرة والنازحين بالمياه مبادرة تعد لفتة إنسانية سامية تقسد مبادئ التكافل في المجتمع وتستحق الاقتدابها في تمويل مشاريع مماثلة تلبي احتياجات المواطنين والأسر الأشد فقرا زبين عطية اليمن اليوم محافظة شبوخ تعيش بعض الأسر في مناطق نزوح كل معاني الحرمانة كونها تفتقر لأبسط مقومات الحياة في ظل غياب الاهتمام الحكومي أو المنظمات المعنية بنزاحين والمهجرين قصريا في مناطقهم كغيرها من الأسر النازحة التي حاصرت حياتها ميليشية الحوثي قررت أسرة مزار النزوح بعد أن ضاق بها الحال في منطقتها بمحافظة الحليدة ميممة وجهها صوب محافظة عدن ليحط بها الرحال بين ظلام دامس وحياة بلا مأوى ولا علوان متخذة من هذا المبنى المهجور في إحدى جولات العاصمة المؤقتة عدن سكنا لها أنا نازح من الحديدة يعني إحنا زم تشوفوا نم بهدرين أمش معانا مكان نقلس الزوغ يتعبان عند عملية محصرناش مكان نقلس فيه باكسينة بدي العمارة مع غورة كلهم فكفكة معي خمسة قوال زم تشوفوا الحالة يعني لا فرشان لحمام ولا معنى شي زوغي على باب الله روح يخيط لك زمد آخر تسوق عدنقي في الليل والحال يعلم بالله شوفوا المعانا كيف شوفوا الحالة كيف زوغي على باب الله إحنا نبنعرفش حاد المكان كلهم فكفكة يعني ما بيستراء ما بيش حمام ما بيش لقمة العيش حتى عارفين فن نروح فنقي لو في حاد يعني ويقدر ساعد نحنها ويقدر داء وقزع الله خير كل شيء هنا يبدو حزينا بائسا بظل حياة هذه الأسرة المكونة من خمسة أبناء بينهم أطفال وفتيات بعمر الشباب إضافة إلى أم بائسة وأب مريض يكابدون آلامهم بين جدران هذه العمارة المكشوفة دون فرش ولا ستار نحن نازحين لنا شهرين وزا ما تشوفوا يعني لنا شهرين لا ناكل ولا نشوف يعني معنا مكان مأوز من الناس ولا معنا يعني العمارة كلها مفكفة من كل مكان ولا معنا حمامة لا أعزكم ولا معنا يعني ما أول نقلس فيه لنا شهرين قاسم فيه بمفكفة من كل مكان عندنا نقدر ننام ولا ما ناكل شيء زي ما داء حين نقلحنا بلا قراء من الصبح رمان قسم الساعة تسع عشر بالليل لما يقابي وابي تعبان على باب الله ما عندش قدره يعني بس نقول الحمد لله يعني منصاب من عملية نتمنى أن نوقف الحرب عشي نرقع لبيوت نحنا وأوان نحنا نتمنى يعني من منظمة ناس يعني ساعدون نحنا هذا النازحين عندكم وفي أكتر منهم أشياء يعني نزحوا من بلدهم واستروا عليهم يعني يشتوا لغمة آكل يشتوا يرقعوا بلدهم بخير وسلامة ويشتوا الحرب توقاف يارد تنقضوهم تعملونهم أشياء من عندكم يعني تنقضوهم لا قادرين تخلوا حمامات لا قادرين تمددوا البلاطك تأديهم يعني والقلة كمان يأديوا يعني يارد تساعدهم تعملونهم أشياء تساعدهم تطيقها ألسنة كل من سمع ورأى حال هذه الأسرة البائسة التي تعيش أبشع صور المعاناة والحرمان في صمت مسكون وقلب مقهور لعل هناك من قلوب رحيمة تنتشرهم مما هم فيه انتهت هذه الحلقة مشاهدين الكرام في أمان الله اشتركوا في القناة